الجيل اللي انت كنت فيه يعني انا عارف ان انت كنت دايما بتقول وانتوا جوه غرفة الملابس ان انتوا دايما كنتوا بتقول ايه ان اللعيب اللي ينضم للقايمة دا يبقى بطل طبعا طبعا اللي انت حركة عارف كان بعد التمرينة لو في مباراة كله بيستنى الورقة اللي بتتعلق اي لعيب بيخاف يحط جزميته في الشنطة اللي هيخدها عم حارس عشان المعسكر اللي لما يبصوا على الورقة من اكبر واحد لاصغر واحد ما حدش كان ممكن يصدق او يقتنع ان هو قريدي موجود مستر منول شخصيته مختلف عن اي مدير فني ما تعرفلوش هو عايز يعمل ايه او هيختار مين من الحاجات اللي واحد اكتسبها من مستر منول ان مش معنى ان انت كويس في التمرين ان انت قريدي ممكن تكون متواجد في المباراة مش معنى ان انت كنت كويس في المباراة انك ممكن تلعب المباراة اللي وراها مش معنى ان انت احرصت هدف في المباراة انك ممكن تكون اساسي المباراة اللي وراها كان عنده فلسفة مختلفة فلسفة مختلفة خالص لدرجة انا كنت بتجنن تلاقي العجيزي في المباراة بترجيت انا فاكرها جاب تلات اهدف هاتريك المباراة اللي وراها اللي بعديها برس كور لعيبت انا مباراة افريكيا وكنت مبسوط جدا ان انا جبت هدف في اسك تلاقي المباراة اللي بعديها مش مباراة بعديها بقى أربع مباراة بره بسكور فتروح هتتجنن هو إيه ده ففكر مختلف ومع ذلك ما كنتش بتبقى زعلان منه مش زعلان لأن انت برضو زعلت بتلعبش انت ما بتلعبش بس مش زعلان ان انت في مكانك ناس عطولة قيمة أبو تريكا وبركاته كابتنا أحمد حسن حسين ياسر محمدي دولف كلنا في مكان واحد فان انت بتخرج بره بره بسكور ما بتلعبش مش زعلان لكن اللي يزعلك او يخليك حزين ان انت كان نفسك ترد تموحك وطموح جمهور نادي الأهلي ان يتقال عليك ان انت صفقة فادت النادي الأهلي فانت جيت في وقت انا جيت في وقت صعب كان ممكن لو في وقت تاني ما فيهوش نوعية النجوم زي بطريكا وبركات كان موضوع اختلف بعد كده روحت لعبت في الاتصالات وفي الاتحاد سكنداري اشرح لنا واجه الاختلاف يعني بين تجربة نادي الأهلي وبتجربة الاتحاد وانتصالات هي من افضل التجارب تجربة حاد سكنداري مع مستر كبرال فنيا والحاج محمد مصرح رئيسي النادي نادي محترم جدا والحاج محمد يعني من الناس اللي كلموني وكان متواجد من هناك برضو فريق عظيم يعني كان جيل محترم كان برضو شهدي محمد متواجد وجده وإحمد عادل كان فيه مجموعة كويسة جدا وعم حميد حسن كنت مبسوط جدا وانا متواجد في حاد سكنداري من أفضل سنتين قدت فيهم كأداء فني مع مستر كبرال ايو انا من اللعيبة اللي بحب ألعب مع مدارب أجنبي مدارب أجنبي ما عندوش حب وكره مدارب أجنبي فير دايما بيدي كل واحد حقه كنت مبسوط جدا وسعيد المستر كبرال من العناصر اللي كان بيعتمد عليها في حاد سكنداري الحمد لله كنت انا فمن الفترات اللي قدتها كويسة جدا في حاد سكنداري ترجمة نانسي قنقر